بدأ المنتخب الوطني النسوي تدريباته الفنية والبدنية في السعودية استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات والتي تقام خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين من شهر شباطة الحالي وكان المنتخب وصل ظهر يوم أمس الاثنين إلى جدة حيث أجرى تمرين مسائيا على ملعب الجوهر التدريبي بحضور جميع اللاعبات باستثناء المحترفة سارة أبو صباح ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة نظيره السعودي قبل أن يلتقي قوام وصولا إلى لقاء لبنان وقع المدرب الوطني جمال محمود اليوم الثلاثاء رسميا على كشفات نادي الحسين إربد لقيادة فريقه الأول لكرة القدم ويعاون المدير الفني المدرب العام إصام محمود واسلام عيد مدربا للحراس وأباشر الجهاز الفني الجديد عمله استعدادا للقمة المؤجلة مع الوحدات التي ستقام يوم السبت على ملعب الحسن حيث يسعى الفريق لمواصلة سجله الخالي من الهزائم في دور المحترفين أقامت اللجنة المؤقتة الجديدة لإدارة الاتحاد الأردني لكرة السلة مؤتمرا صحفيا للكشف عن برامجها وتطلعاتها للفترة المقبلة والتي ستشهد العديد من المنافسات الهامة وفي مقدمتها النافذة الأسيوية وأشهد المؤتمر الصحفي الظهور الأول لجميع أعضاء الهيئة المؤقتة ورئيسهم محمد عليان حيث أكد عليان على أن الطموحات ستكون بمواصلة الإنجازات العربية والقرية بالإضافة للتأهل مجددا لكأس العالم كما تحدث المدربان وسام الصوص ومروان معطوق عن الخطط للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة تحضيراتنا اليوم كل الأنظار على منتخبنا اللي بدون يشارك في هذه النافذة التأهلية للتصفيات النهائية لأسيا وهذا برنامج مهم وضعنا البرنامج لكل المنتخبات في عنا عشر منتخبات ستكون متجمعة ومستمرة في عملها وضعنا البرامج توجه فريق الفحيص بلقب بطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات للمرة الثانية على التوالي حيث أقيمت منافسات البطولة في الإمارات العربية المتحدة وفاز الفحيص في المباراة الختامية بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة 72 نقطة مقابل 50 نقطة يذكر أن بعثة الفريق عادت إلى الأردن اليوم الثلاثاء وحظيت باستقبال مميز يستعد المنتخب الوطني للتايكواندو للمشاركة في بطولة كأس الرئيس السادس لمنطقة آسيا والمقامة في إيران وتنطلق المنافسات في العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى العشرين من الشهر الحالي بمشاركة 497 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم وتشمل البطولة استخدام بطاقة وايلد كارد لتصفية التأهل حيث يمنح الفائزون الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي فرصة التأهل إلى بطولة آسيا العام المقبل